مرحبا شباب أهان بكم فيديو جديد فيديو نهنده سهل وبسيط وسريع جدا سؤال دايما بيتكرر من الأشخاص اللي بيروا بشن أتمرن بأجهزة ولا أتمرن بأوزان حرة ودايما بتلاقي فيه تناقض بين المنتظين يعني فيه ناس بتقولك اتمرن بأوزان حرة عشان تزود القوة عندك وفيه ناس بتقولك اتمرن بأجهزة عشان هي سفتي وعشان فيها صبرت أعلى أنا هقوله في النظر الشخصية في الموضوع بناء على أساس عجمية وبناء على خبرتي من شغلي مع الكلاينت لو أنت لسه مشترك في الجن بقى لك شهر أو شهرين ومتحير بين أنك تلعب بأوزان حرة أو أنك تلعب بأجهزة النوطة هي هتحتاج منك بس أنك تطور نفسك شوية وتحاول تعرف أنت بتلعب التمرين لأي عضلة بالضبط يعني لو تلعب تمرين كتف لازم تفرق بين السدر والكتف تحس بالعضلة أي واحدة بتشتغل ولازم تعرف أسماء التمرين وتعرف أي تمرين لأي جزء بالضبط والعضلة لأن العضلات يكون فيها أكثر من جزء فأنت في تمرينك بتحاول أنك تشغل جميع أجزاء العضلة فلازم تفرق بين الأجزاء بتعطي العضلة عشان تعرف أنك تشغل أي عضلة بالضبط فلو أنت لسه مشترك في الجن جديد وبقى لك شهر أو شهرين وأكيد بتلعب التمرين مش بصورة هي حامية في المية دائما حاول أنك تتجه للأجهزة لأن الأجهزة السابورت فيها عالي يعني أنت بس لما تكون بتلعب مثلا شست كريس ماشين الجهاز بيخليك تحرك عضلة الصدر فقط يعني يكون فيه عضلات مساعدة لكن التركيز الأساسي على عضلة الصدر وده نقطة مهمة جدا أنها بتعلمك الأداء الصحيح للتمرين غير كده أنها بتقوي عندك العضلة بحيث أنك قدام بعد فترة لما تلعب بالفري ويتس يعني الأوزانة الحرة تكون بتلعب التمرين بصورة صحيحة وتكون عضلة قوية وعندها قدرة أن هي تشيل وزن بدون مساعدة عضلات تانية ودائما نحاول أنك تبدأ التمرين بأوزان خفيفة وأنك ما زدتش الأوزان كتير جدا بحيث أن الأداء بتاعتك يكون مص مص يعني لازم تاخد full range of motion يعني تاخد الأداء الحركي الكامل للعضلة غير كده أن الأجهزة السفتي فيها عالية يعني نسبة الأمان فيها عالية يعني مثلا لو أنت تلعب بضنبلز ممكن الاحتمال لأن عضلتك ضعيفة أو أنت أصلا مستوى القوة عندك ونخفض كنت لقدر الله يحصل أي إصابة أو يجب أن يؤمنك بطريقة آخر دقاء وتأدي لك لقدر الله الإصابة ومش هقدر أقول لك أنك لازم تلعب أجهزة بس عشان تطور جسمك وتطور عضلاتك وتقوّل عضلات لازم تمرينك يكون متضمن الجزئين جزء بالأوزان الحرة وجزء بالأجهزة عشان يكون عندك عنصر القوة بالأوزان الحرة وعنصر التأكيز وتمنية العضلات وتطورها من خلال الأجهزة ولو هتلعب بأوزان حرة دايما حاول أنك تكون متأكد مليون في المئة أنك تلعب التمرين بطريقة صحيحة من خلال أي شخص أو مدرد جنبك أنه تخليك تلعب التمرين بصورة صحيحة وما تشدش أوزان كتير وغير كده أنه بيكون سيفتي لي في حالة حدوث أي خلال فدايما حاول أن يكون تمرينك متضمن الجزءين جزء بالأوزان الحرة جزء بالأجهزة عشان تجمع بين الاثنين الأجهزة القرية هتخليك تركز على عضلات الأوزان الحرة هتنمي عندها عنصر القوة دايما كان فيديو النهاردة يا شباب أتمنى أنك الشرح كان بسيط وسهل فيديو سيء ومعلومة بسيطة إن شاء الله كل استفدتم منها أتمنى أنكم تعملوا لايك وشير وصبسكراب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلوا للتنبيهات أول بأول وانتظروني في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة